كلمنا بقى عن لعبة السكواش وليه مش واخدة حظها في الانتشار عندنا رغم ان احنا محققين فيها نجاحات زي ما انتي قلت طبعا احنا احنا متسايدين اللعبة من زمان جدا من من 1940-1950 طبعا اللعبة دي انشأت في انجلترا هي مش واخدة حقها عشان هي ما كانتش لعبة أولمبية احنا بقى انها عشرين سنة على مستوى العالمي بنحارب انها تخش لأولمبياد واخيرا فاينالي يعني احنا وصلنا في عشرين ستة وعشرين هنلعب في لوس انجلس كاليفورنيا ومن هنا بقى ابتدت اتجاهات كل الدول النامية زي كوريا واليابان والصين الناس كتير قوي ابتدت تبص على اللعبة احنا كمان واخدين حقنا بره بره اكتر بكتير لأن اللعبة منتشرة في انجلترا وفي باكستان فرنسا انتحاقتوا النتيجة المشرفة دي من شهر احنا بالزبط كده حلو او احنا اول مرة السنة دي يعني تتعامل نشئين ونشئات فرق وفردي كانت كل مرة بتتعامل هي بطولتك بتتعامل كل سنة بس كل سنتين مرة بتبقى نشئين ومرة بتبقى نشئات السنة دي اول مرة تتعامل نشئين ونشئات فرق وفردي احنا قدرنا انحقق الاربع مراكز اثنين اول فردي نشئين ونشئات واثنين فردي اثنين جماعي اللي هي الفرق نشئين ونشئات خدنا اول ودي كانت صبق وزي ما احنا مصر دائما متعودين يعني ان احنا في الاسكواش ان احنا بنعمل حاجات رائدين اللي عبا يعني فدي حاجة كبيرة بالنسبان ان احنا عرفنا نرجع بالاربع مراكز بالزياد طبعا الناشئين ان احنا للقب ده والكاس ده بعيد عنه من الفين وثمانتاشر ان ايامه عبارة عن ايه عبارة عن ايه الكاس ده الكاس ده هو مفروض كل سنة بيروح للدولة اللي كذبت البطولة مكتوب عليه اسامي طبعا الاساطير يعني بتكلم على جانش الخان جهانجير خان طوع باكستان اي حد بيكسب اللقب بتاخده بيروح للاتحاد بيروح للاتحاد للاتحاد اللي عبقى في البلد اللي كذبت البطولة تمام وبيكتب عليها بقى اسم الست العيبة اللي شاركوا بالمدير الفني اسمنا بقى مكتوب عليه اسمنا طبعا مكتوب وفي اسامي كتير اوه فيه طبعا كابنحمة البرادة طبعا طبعا فيه كابتن احمد برادة عليه ورامي عشور وعمر مسعد وطرق مؤمن اسامي كبيرة اوي وبالمناسبة انا لعبتها كناشئ وانا كنت ناشئ بس احنا خسرنا في الفردي كنا جيل انا وكريم عبد الجواد اللي هو اول عالم وكان محمد الشرباغي خسرنا من باكستان في الفانة في 2008 فهي كل سنة بتروح البلد اللي انت بتكسبها واحنا من الفين وتمنتاشر زي ما احنا قلنا في الاول انها ما كانش معانا كان اخر جيل خدها كان مصطفى عسل والسنة دي جيل خدها كان محمد زكريا هي البطولة بتقام كل قد ايه كل سنة اللي اتغيرت من الفين يتم تدوله بقى كل سنة يتم تدوله يعني احنا خدناها بالزبط السنة الجاية احنا الكابتن المفروض بيروح بي والبعثة بتروح بي بنسلمه للجنة المنظمة وبعد كده الفرق اللي بتكسبه بتاخده معا تم ايه طيب